على الرغم من مرور هذه الفترة على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فإن انتشال أحياء ما زال أملا يدعب فرق الأنقاذ التي تعمل في أرجاء الشتى من البلدين هذا الأمل يقويه استمرار انتشال أحياء من بين الأنقاذ ومن بينهم هذا الطفل البالغ من العمر 13 عاما والذي تم إخراجه حيا من تحت أنقاذ أحد المباني في مدينة أنطقيا التركية بعد مرور أكثر من 228 ساعة من الزلزال وبينما تتواصل عمليات البحث والأنقاذ في عدد من المناطق وتم الإعلان عن انتهائها في أماكن أخرى أطلقت تركيا حملة تبرعات لمساعدة المتضررين يأتي هذا بينما يتواصل تضفق الطائرات التي تحمل المساعدات الإنسانية من دول العالم في إطار حملات تضامن دولية مع متضرري الزلزال هذه الطائرات تحمل معها الغذاء والملابس والأخطية والخيام ومولدات الكهرباء ومستلزمات طبية ومواد تنظيف من جانبها أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 100 شاحنة مساعدات دخلت إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود التركية منذ 9 من الشهر الجاري وبعد مرور هذه الفترة تواجه السلطات في سوريا وتركيا مهمة شقة في محاولة تجنب حدوث أوبئة بين الناجين بعدما تسبب الزلزال في إلحاق أدرار بالكثير من البنية التحتية للصرف الصحي في المناطق المتضررة ترجمة نانسي قنقر